إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأسر الله سبحانه وتعالى أن يمون علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم أمين بسم الله الرحمن الرحيم تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله ولا حوال ولا قوة إلا بالله أما بعد ثم قال حفظه الله تعالى صلاة الجماعة وتجيب على الرجال البالغين الأحرار في الصلاوات الخمس صلاة الجماعة على الكفية أي فرض الكفية وهو مهم قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات لفاعله أما في الجمعة فهي فرض عين وتكون الجماعة مسنونة في نحو العيدين والكسفين ومباحة في الراتب في كل محل بحيث يظهر الشعار بإقامتها فلو أقامها الناس جماعة في بيوتهم لم يسكت فرض الكفاية عنهم قال رحمه الله تعالى صلاة الجماعة قال وتجيب على الرجال البالغين الأحرار في الصلاوات الخمس أي تجيب صلاة الجماعة على الرجال البالغين الأحرار فالرجال يخرج النساء فالجماعة بالنسبة للنساء مستحبة البالغين الأحرار المقيمين لأن الجماعة للمسافرين مستحبة ليست فرض كفاية قال وتجيب على الرجال البالغين الأحرار في الصلاوات الخمس أما الجماعة في غير الصلاوات الخمس ففيها تفصيل فقد تكون فرض عين كما هي في صلاة الجمعة والجماعة في الجمعة فرض عين في الركعة الأولى الجماعة في الجمعة فرض عين في الركعة الأولى فلو أنهم في الركعة الثانية نووا المفارقة وأتم كل واحدنا الصلاة بنفسه صحة الصلاة صحة الجمعة قال صلاة الجماعة على الكفاية وما معنى فرض الكفاية قال هو مهم قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات لفاعله أي أن فرض الكفاية ما يقصد الشارع أن يحصل من غير النظر إلى الفاعل وإنما النظر إلى الفعل قال لكم الحافظ الصيوطي رحمه الله تعالى في نظم جمع الجوامع فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يقصد ونظر عن فاعل يقصد وزعم الأستاذ والجوين ونجله يفضل فرض العين أي أن الأستاذ وإمام الحرمين ووالد إمام الحرمين يقولون إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين وزعم الأستاذ والجوين ونجله يفضل فرض العين نعم قال بعد ذلك أما في الجمعة فهي أي الجماعة فرض عين أي في الركعة الأولى وتكون الجماعة مسنونة في الصلوات التي تسن لها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الخسوفين والإستسقاء وتكون الجماعة مباحة في الرواتب وتكون الجماعة مكروهة كما في صلاة الأداء خلف القضاء وصلاة القضاء خلف الأداء وكذلك في من صل الظهر خلف من يصلي العصر أو صل العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك إذا صل خلف إمام فاسق في هذه الأحوال ونحوها تكون الجماعة مكروهة وتكون الجماعة ممنوعة إذا اختلف نظم الصلاتين مثلا إذا اختلف نظم الصلاتين مثلا كأن يصلي صلاة الصبح خلف من يصلي الجنازة أو يصلي صلاة الظهر خلف من يصلي الكسوف بالكيفية الكاملة وهي أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان نعم قال ثم قال وتدرك جميع فضيلة الجماعة بإدراك الإمام قبل تسلمة الأولى ولو لم يقعد معه قال وتدرك فضيلة الجماعة وتدرك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام قبل التسلمة الأولى فلو نطقت الرأ من الله أكبر قبل أن ينطق الإمام بالميم من السلام عليكم فقد أدركت فضل الجماعة قلت الله أكبر قال السلام عليكم قد أدركت فضل الجماعة إذن فضل الجماعة يدرك بأن ينطق المأموم الرأ من تكبيرة الإحرام قبل أن ينطق الإمام بالميم من السلام عليكم قال وتدرك جميع فضيلة الجماعة بإدراك الإمام قبل التسلمة الأولى ولو لم يقعد معه أي ولو كنت لازلت في حالة القيام أما الجمعة أما الجمعة فتدرك بركعة أما الجمعة فتدرك بركعة فإذا قاء المأموم إذا قاء المسبوق والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية أي صار الإمام معتدلا في الركعة الثانية فإن الجمعة قد فاتت على ذلك الشخص وعليه أن يصلي ظهرا نعم وأقلها أي الجماعة في غير الجمعة كما سيأتي إمام ومأموم وقثرة الجمعة مستحبة إلا في السوار قال وأقلها أي وأقل الجماعة إمام ومأموم أي إثنان وأما الجمعة فأقل عدد تنعقد به الجمعة أربعون كما سيأتي وكثرة الجمع مستحبة إلا في صور كان يكون الإمام فاسق مثلا إمام الجماعة الكثيرة فاسق وإمام الجماعة القليلة عدل فالجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة هذا من الصور واضح؟ إذا كان عندنا مسجدان مسجد جماعته كثيرة لكن إمامه فاسق ومسجد جماعته قليلة لكن إمامه عدل فالجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة التي إمامها فاسق واضح؟ نعم تفضل أحسن الله إليكم ثم قال ثم ذكر جملة من شروط القدوة وهي قال ثم ذكر جملة من شروط القدوة والمراد بشروط القدوة أي شروط صحة الصلاة جماعة شروط صحة الصلاة جماعة نعم أولا عدم اقتداء الرجل بالمرأة فقال رحمه الله تعالى لكن لا يقتدر الرجل بمرأة فلا تصيح الصلاة خلفها بخلاف صلاة المرأة خلف المرأة والرجل أو المرأة خلف الرجل فتصيح عندك أربع صور إذا كان الرجل إماما فصلى خلفه رجل تصيح الصلاة إذا كان الرجل إماما وصلت خلفه امرأة تصيح الصلاة إذا كانت المرأة إماما فصلى خلفها رجل لا تصيح إذا كانت المرأة إماما فصلت خلفها امرأة تصيح الصلاة فعندنا أربع صور ثلاث صور تصح والصورة واحدة لا تصح وهي أن تكون المرأة إماما والرجل ماموما قال ثاني الثاني عدم اقتداء القارئ بالأمين عدم اقتداء القارئ بالأمين تعريف القارئ القارئ هو الذي يحسن الفاتحة من كان يحسن الفاتحة يسمى قارئا وإن كان لا يحسن غيرها ومن كان لا يحسن الفاتحة يسمى أميا حتى وإن كان يتكلم بعدة لغات مثلا ما دام أنه لا يحسن الفاتحة يسمى أميا وبالتالي نقول لا تصح صلاة القارئ الذي يحسن الفاتحة خلف أمي لا يحسن الفاتحة واضح؟ لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهل تصح صلاة أمي خلف أمي؟ نقول إذا اتحدى في الحرف المعجوز عنه صحت وإن اختلفى في الحرف المعجوز عنه لا تصح إن اتحدى في الحرف المعجوز عنه مثلا هذا يعجز عن نطق حرف السين فينطق السين زايا وذاك عاجز عن نطق حرف السين فينطق السين صادا نقول هذا وهذا اتحدى في الحرف المعجوز عنه وهو السين حتى وإن كان هذا يبدله بحرف وهذا يبدله بحرف آخر لكن الحرف المعجوز عنه واحد إذن لو صلى أحدهما بالآخر صحة الصلاة لكن إذا كان هذا يعجز عن النطق بحرف الغين وذاك يعجز عن النطق بحرف السين مثلا فلا يصح أن يصلي أحدهما بالآخر تمام؟ قال هنا عدم عدم اقتداء القارئ بالأمي فقال رحمه الله تعالى ولا تصح صلاة من يعرف الفاتحة ويسمى قارئا بمن يغير حرفا منها ويسمى أميا وتصح صلاة العدل خلف الفاسق والبالغ خلف المراهق تصح صلاة العدل خلف الفاسق مع الكراهة وتصح صلاة البالغ خلف المراهق أي خلف الصبي المميز الذي لم يبلغ يسمى مراهقا وتصح صلاة الحر خلف العبد ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى يَأُمُّ عَبْدٌ وَصَبِيٌّ يَعْقِلُّ وَفَاسِقٌ لَكِنْ سِوَاهُمْ أَفْضَلُّ لَمْرَأَةٌ بِذَكَرٍ وَلَا الْمُخِلُّ بِالْحَرْفِ مِنْ فَاتِحَةٍ بِالْمُكْتَمِلُّ واضح؟ قال يَأُمُّ عَبْدٌ وَصَبِيٌّ يَعْقِلُّ وَفَاسِقٌ لَكِنْ سِوَاهُمْ أي الحر والبالغ والعدل أفضل لكن سواهم أفضل لَمْرَأَةٌ بِذَكَرٍ أي لا تصحوا إمامة المرأة بالذكر لَمْرَأَةٌ بِذَكَرٍ وَلَا الْمُخِلُّ بِالْحَرْفِ مِنْ فَاتِحَةٍ بِالْمُكْتَمِلِ أي الأمي لا يصح أن يكون إماما لقارئ فإذا صلى القارئ خلف أمي فصلاة القارئ باطلة الثالث أحسن الله إليكم الثالث أَلَّا يَعْتَقِدَ الْمَأْمُومُ وُجُوبَ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِمَامِ وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقْهَا رَحِيمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى صُوَرًا يلزم الإنسان أن يعيد فيها الصلاة منها كما ذكرت لكم من قبل إذا تيمم الإنسان بسبب شدة البرد فإن هذا الذي لم يجد ما يسخن به الماء ولم تنفع تدفئة أعضائه وكان البرد شديدا يصلي بالتيمم لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة لأن هذا عذر نادر إذا وقع لا يدوم قد مر هذا معنى إذن هذا الشخص تلزمه الإعادة وإذا كان هذا الشخص تلزمه الإعادة فلا يصح لنا أن نصلي خلفه لا يصح لنا أن نصلي خلفه ولذلك قال لكم ولا تصح القدوة بمن تلزمه إعادة الصلاة ثم ضرب مثالا قال كمتيمم عاص بسفره فالمتيمم العاص بسفره يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة ومتيمم لبرد يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة وهكذا كل من وجب عليه إعادة الصلاة لا يصح لغيره أن يصلي خلفه ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الإعادة ولا بمن قام إلى زيادة كأن قام إلى خامسة كذلك لا توافقه أي لا تتابعه تمام قال هنا ولا تصح القدوة فقال ولا تصح القدوة بمن تلزمه إعادة الصلاة كمتيمم عاص بسفره ومتيمم لبرد ومن كانت جبيرته على عضوة تيمممين كذلك من كانت جبيرته على عضوة تيمممين يجب عليه أن يصلي ثم بعد أن تزال القبيرة عليه أن يعيد الصلاة واضح وهذا لم نذكره في درسة تيممم في هذا الكتاب لكن إن شاء الله إذا قررنا كتابا آخر أوسع من هذا نذكره هذا إن شاء الله تمام أو لا أو تريدون الآن نقول لكن سأذكره مرة واحدة فقط انتبه معي نقول بارك الله فيكم الجبيرة إما أن تكون على عضوة تيمممين أو تكون على غير عضوة تيممم حالتين إما أن تكون الجبيرة على عضوة تيممم أو تكون الجبيرة على غير عضوة تيممم أعضاء تيممم الوجه واليدين المرفقين فإما أن تكون الجبيرة على عضوة تيممم أو تكون الجبيرة على غير عضوة تيممم فإن كانت القبيرة على عضو يمم وجب عليه عادة الصلاة مطلقا دهينة وإن كانت القبيرة على غير عضو يمم ننظر هل أخذت القبيرة قدر العلة فقط قدر القرح فقط كأن يكون مثلا هذا القرح لا عفوا على غير عضو يمم أن تكون في القدم مثلا تمام فإن كانت القبيرة أخذت قدر القرح فقط كأن يضع المرهم أو الكريم على القرح فقط هذه الحالة الأولى أن تكون القبيرة أخذت قدر القرح فقط حالة الثانية أن تكون القبيرة أخذت أكثر من قدر القرح من أجل الاستمساك واضح الحالة الثالثة أن تكون القبيرة أخذت من القرح زيادة على قدر استمساك كم صارت الحالات ثلاثة أن تكون القبيرة على قدر القرح أن تأخذ القبيرة أكثر من قدر القرح للاستمساك أن تأخذ القبيرة زيادة على قدر الاستمساك كم صارت ثلاثة حالة فإن كانت القبيرة على قدر القرح فلا يلزمه إعادة الصلاة مطلقا تمام هذه الحالة الأولى وإن أخذت القبيرة وإن أخذت القبيرة زيادة على قدر الاستمساك فيلزمه إعادة الصلاة مطلقا واضح وإن أخذت القبيرة من الصحيح قدر الاستمساك فقط ننظر إن وضع القبيرة على حدث وجب عليه الإعادة وإن وضع القبيرة على طهر لم تجب عليه الإعادة إذن كم صارت عندنا حالات خمس حالات في ثلاث حالات يعيد في حالت لا يعيد واضح وغير واضح أظن غير واضح يغلب على ظني أنه غير واضح إذن نسيت وإن أضع هذا في الشاشة إن شاء الله في الدورة القادمة على كل حال الحالات خمس في حالتين لا يعيد في ثلاث حالات يعيد إذا كانت الجبيرة على عضو تيمومين أعاد مطلقا إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمومين وأخذت قدر القرح فقط لا يعيد إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمومين وأخذت الجبيرة زياد على قدر الاستمساك فإنه يعيد مطلقا إذا كانت الجبيرة على غير عضوية يمومين وأخذت قدر الاستمساك فقط ووضع الجبيرة على حدث فإنه يعيد وإذا كانت الجبيرة على غير عضوية يمومين وأخذت قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على طهر فإنه لا يعيد واضح؟ إن شاء الله طيب فضل أحسن الله إليكم ثم قال لأن هؤلاء لأن هؤلاء تلزمهم إعادة الصلاة نعم فلا يسيحوا الاقتداء بهم حتى ولو كان المأموم مثل الإمام حتى لو كان المأموم مثل الإمام يعني كان الإمام متيمم للبرد كان المأموم متيمم للبرد نقول لا تصلوا جماعة كل واحد يصلي لحاله صلي أنت منفريدا وأنت صلي منفريدا تمام ثم قال الرابي ألا يعلم المأموم بطلان الصلاة إمامه فقال ولا تصيح قدوته بمن علم بطلان الصلاة بما اتفق على بطلان الصلاة به بنحو حدث أو باعتقاد ذلك وإن لم يحكم بالبطل كالاختلاف في القبلة لا تصح الصلاة خلف من تعتقد بطلان صلاته كأن كان الشخص محدثا فصلى بك إماما فلا يصح لك أن تصلي خلفه هذا واضح سواء كان هذا باتفاق على بطلان الصلاة كالصلاة خلف المحدث أو باكتهاد كأن اختلفتم كنتم لا تعلمون القبلة أنت وهو لا تعلمون القبلة فهو قال القبلة هنا وأنت قلت القبلة هنا واضح؟ أنت تعتقد أن تعتقد أن اجتهاده غير صحيح وهو يعتقد أن اجتهادك غير صحيح إذن لا يصلي أحدكما بالآخر ولذلك قال هنا وإن لم يحكم بالبطلان كاختلاف القبلة لكن أنت لا تكزم أن اجتهاده غير صحيح يحتمل صح؟ وهو أيضا لا يكزم بأن اجتهادك غير صحيح تمام؟ قال وإن لم يحكم بالبطلان كاختلاف القبلة أو في ثوبين أحدهما طاهر والآخر متنجس وكذا لا يصح الاقتداء نعم تفضل وكذلك لا يصح الاقتداء بمن قام إلى رفعة خامسة بل يفارق إمامه أو ينتظره إذا قام الإمام إلى خامسة لا يصح للماموم أن يتابعه بل إما أن ينوي المفارقة ويسلم وإما أن ينتظره في القلوس فيسلم مع إمامه نعم ثم قال الخامس أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام وهو ما عبر عنه المصانف رحمه الله تعالى بقوله ويشترط أن ينوي الاقتداء بالإمام كما تقدم نعم وهذا قد تقدم معنا أن المأموم ينوي الاقتداء بالإمام نعم السادس أن يتابع المأموم الإمام حيث قال المصانف رحمه الله تعالى وأن لا يتقدم على الإمام برقنين فعليين فإن تقدم بغير عذر بطلت صلاته وإن كان بعذر فلا تبطل قبل أن أشرح لكم هذا هذا موجود هنا يمكن أن تنظر نقول بارك الله فيكم انتبه معي انتبه معي إذا تقدم لا تنظر إلى السبورة انظر إلي look at me look at me انتبه نقول إذا تقدم الإمام أو تأخر إذا تقدم الإمام أو تأخر الإمام أو نقول بالمأموم إذا تقدم المأموم أو تأخر المأموم عن الإمام فهذا له حالتان إما أن يكون برقن فعلي وإما أن يكون برقنين فعليين واضح مرة أخرى إذا تقدم المأموم أو تأخر على الإمام فإما أن يكون بركن فعلي وإما أن يكون بركنين فعليين فإن كان بركن فعلي فله حالتان إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر وإذا كان بركنين فعليين فله حالتان إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر كم صارت الحالات الآن أربع حالات سأعيدها عليك الأربع واحدة واحدة الحالة الأولى إذا تقدم المأموم مكتوب في الكتاب لكن أنا أريدك أن تنتبه إذا تقدم المأموم على الإمام أو تأخر بركن فعلي واحد بعذر هذه الحالة الأولى بركن فعلي واحد بعذر هذه الحالة الأولى لا يأثم المأموم لأنه معذور ولا تبطل الصلاة لا يأثم ولا تبطل الصلاة واضح حالة الثانية إذا تقدم المأموم على إمامه أو تأخر بركن فعلي واحد من غير عذر يأثم لكن الصلاة لا تبطل فهمنا حالة الثالثة إذا تقدم المأموم أو تأخر بركنين فعليين بعذر لا يأثم ولا تبطل الصلاة تمام؟ بعذر لا يأثم ولا تبطل الصلاة الحالة الرابعة إذا تقدم المأموم أو تأخر على إمامه بركنين فعليين بلا عذر يأثم وتبطل الصلاة إذا الحالة التي فيها بطلان هي إذا تقدم المأموم أو تأخر المأموم على إمامه بركنين فعليين من غير عذر هنا يأثم وتبطل الصلاة واضح وغير واضح؟ وهذا الذي ترونه أمامكم على السبورة إذا تقدم أو تأخر عنه ذلك في المطولات إذا تقدم أو تأخر عنه بركنين فعليين إذا كان التقدم أو التأخر بغير عذر بطلت صلاته إذا كان بعذر كسهو أو جهل لم تبطل صلاته إذا ما الحالة التي تبطل فيها الصلاة إذا تقدم أو تأخر بركنين فعليين بلا عذر يأثم وتبطل الصلاة واضح؟ إذا فهمنا هذا بعد ذلك نقرأ لكن قبل أن نقرأ أضرب لكم المثال مثال ذلك وسأضرب لكم مثال التأخر لأنه أكثر وقوعا أن المأموم ينسى قراءة الفاتحة وعندما ركع الإمام تذكر فتخلف المأموم ليقرأ الفاتحة الإمام راكع اعتدل الإمام ولازال المأموم قائما سجد الإمام ولازال المأموم قائما إذن بكم حصل التخلف؟ بالركوع والاعتدال بركنين فعليين صح؟ هذا بعذر لأن صاحبنا هذا نسي قراءة الفاتحة إذن هنا لا تبطل صلاته ولا يأثم لأنه بعذر أما لو تخلف عن الإمام من غير عذر فالإمام ركع واعتدل وهوى إلى السجود وصاحبنا لا زال في القيام من غير عذر فإن صلاته تبطل واضح هذا صورة هذا صورة التخلف عن الإمام بركنين فعليين وأما بركن واحد بركن واحد كأن كان المأموم قائما فركع الإمام واعتدل الإمام ولازال هذا قائما واضح؟ فإن كان معذورا لا يأثم وطبعا لا تبطل الصلاة وإن كان غير معذور يأثم والصلاة صحيحة تمام؟ نعم تفضلوا سمحت أحسن الله عليكم سمقال أن يتابع المأموم الإمام حيث قال المصانف رحمه الله تعالى وأن لا يتقدم على الإمام بركنين فعليين فإن تقدم بغير عذر بطلت صلاته وإن كان بعذر فلا تبطل ولو تقدم على إمامه بركن فعلي واحد فلا تبطل وإن كان عامدا لكنه يأثم انظر ولو تقدم على إمامه بركن فعلي واحد فلا تبطل صلاته وإن كان عامدا أي وإن لم يكن بعذر لا تبطل صلاته لكن إذا كان عامدا يأثم طبعا هذا الكلام إذا كان في غير تكبيرة الإحرام ولذلك قال إلا إذا تقدم بتكبيرة الإحرام أو السلام فتبطل إذا تقدم بتكبيرة الإحرام أو السلام تبطل الصلاة بل لو قارن إمامه في بعض تكبيرة الإحرام لم تنأقد صلاته نعم لم تنعقد صلاة هذا قد نبهتكم عليه عندما ذكرت لكم شروط تكبيرة الإحرام وقلت لكم إن شروطها عشرون دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة أخر وفي قدوة أخر أي أن المأموم يؤخر تكبيرة الإحرام عن تكبيرة إمامه وفي قدوة أخر وللقبلة تجعل نعم ومثال التقدم أخر بركنين فعليين ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتخلف بهما نعم ولا يتخلف بهما أي بركنين فعليين ومثال التقدم أن يهوي المأموم للسجود والإمام قائم للقراءة ومثال التأخر أن ينتهي الإمام من الاعتدال والمأموم في القيام مثلا إلا لعذر كما نسي الفاتحة أو شاك فيها بعد ركوع إمامه وقبل رقوعه فيجب التخلف لقراءة الفاتحة ويغتفر له إلى ثلاثة أركان أركان طويلة قال إلا لعذر لو أن المأموم عندما ركع الإمام تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة عندما ركع الإمام تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة نقول اقرأ الفاتحة قال أنا سأقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة الإمام ركع إعتدل سجد السجدة الأولى سجد السجدة الثانية واضح؟ الآن كم أركان هذه؟ ثلاثة أركان طويلة لا تحسب منها لا تحسب منها الاعتدال ولا تحسب منها القلوس بين السجدتين الركوع السجدة الأولى السجدة الثانية يُعذر المأموم إلى ثلاثة أركان طويلة لو أن المأموم فرغ انتهى من الفاتحة والإمام لا زال في السجود مباشرة يأتي بما فاته ويدرك الإمام لكن لو أن الإمام قام إلى الركعة التالية وصاحبنا لا زال في فاتحة الركعة السابقة نقول إذن أنت أيها المأموم حينئذ خلاص تدخل مع الإمام وتكمل وتأتي بركعة في آخر صلاتك طيب يقول أنا قد قرأت نصف الفاتحة أعيد قراءة الفاتحة أو أكمل لا نقول تبني على ما قرأت تبني على ما قرأت واضح؟ وهذا ما سيذكر لكم الآن هنا قال أذن؟ أذن؟ لما؟ طيب فضل ويغتفر له إلى ثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجدتان دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين لو تعيد من قوله أو كمن نسي الفاتحة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيراً نعم فإن أكمل الإمام السجدت الثانية فإن المأموم إما ينوي المفارقة قال فإن أكمل الإمام السجد الثاني وقام والمأموم لازال قائماً في قيام الركعة السابقة قال فإن أكمل الإمام السجد الثاني فإن المأموم له خياراً ما هما؟ خيار الأول إما أن ينوي المفارقة ويكمل الصلاة منفرداً والخيار الثاني أنه يستمر مع الإمام في صلاته ويبني على قراءته ويأتي بركعة في آخر صلاته نعم قال فإن المأموم إما ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفرداً أو يوافق الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلامه وإذا وافقه بنى على ما قراءه بنى على ما قراءه أي لا يستأنف القراءة من البداية مرة أخرى بل يبني على ما قراء نعم فإن لم يفعل بطلة صلاته بركع إمامه للثانية نعم فإن لم يفعل وركع الإمام فطلت صلاة المأموم واضح؟ قال أما أما لو ركع الإمام الآن انظر سورة هذه المسألة أن الإمام ركع والمأموم لازال قائما وقبل أن يركع المأموم شكا أو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة إذا نقول يجب عليك أن تتأخر لتقرأ الفاتحة إذا متى تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة؟ وهو لازال قائما قبل أن يركع المأموم الإمام ركع نعم ركع الإمام لكن المأموم لازال قائما عندما ركع الإمام تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أما لو ركع الإمام والمأموم ركع معا ركع الإمام وركع المأموم والمأموم في أثناء الركوع شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ متى شك في أثناء الركوع؟ هذا غير المسألة السابقة تمام؟ قال أما لو ركع الإمام والمأموم ثم شك المأموم في قراءة الفاتحة فإنه يأتي بركعة بعد السلام إمامه يأتي بركعة بعد السلام إمامه واضح؟ أي لا يعود للقيام ليقرأ الفاتحة بل يكمل مع الإمام ثم بعد أن يسلم إمامه يأتي بركعة بدل ما فاته نعم أما لو ركع الإمام والمأموم ثم شك المأموم في قراءة الفاتحة نعم فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه ويسجد لسهوه لاحتمال زيادة نعم أو كان بطي القراءة فيتمها ويؤذر إلى تمام الرقعة فإن أتم الإمام رقعة وهو أي المأموم فيها لا زال في قراءة الفاتحة وافقه أي وافق المأموم الإمام وآتى بركعة بعد سلام الإمام نعم وإن أتمها أي الفاتحة قبل فراغ الإمام من الرقعة بأن كان الإمام مساجدا مثلا رقعة ووافق الإمام واضح أو له نفس الثالث السابق الإمام ركع المأموم تذكر أنه لَم يقرأ الفاتحة أو شك في أنه قرأ الفاتحة أو لَم يقرأ الفاتحة نقول للمأموم إذن تتأخر لقراءة الفاتحة الإمام راكع فالمأموم يقرأ الفاتحة الإمام اعتدل الإمام سقد السقدة الأولى السثانية نقول إذا انتهيت أيها المأموم والإمام في السجود فاركع واعتدل وادركه في السجود واضح أما إذا كان الإمام قد قام فأنت أيها المأموم حينئذ توافق الإمام إن لم تنوي المفارقة توافق الإمام ثم تأتي بركعة بعد سلام الإمام تفضل وإذا وإذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح فاركع الإمام وهو لا زال في الفاتحة عذرك ما تقدم قال وإذا اشتغل الموافق من الموافق الموافق هو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة الموافق هو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة سيأتي معكم في الكتاب الموافق من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة قلت أو دخلت مع الإمام سواء قلت وأدركت قدر الفاتحة أو دخلت مع الإمام من البداية واشتغلت بقراءة دعاء الاستفتاح والتعوذ وبدأت أقرأ الفاتحة مثلا فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لرب العالمين ركع الإمام واضح حينئذ حكم ما تقدم أنني أتخلف أتأخر لإكمال قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام بحسب ما تقدم أن يعذروا في ركنين فعليين ولذلك قال لكم هنا وإذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح فركع الإمام وهو لا زال في الفاتحة عذر كما تقدم أن يعذروا في ركنين فعليا إلى ثلاثة أركان طويلة نعم إلى ثلاثة أركان طويلة واضح؟ أما هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للموافق أما للمسبوق من المسبوق؟ المسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام قدر قراءة الفاتحة هذا المسبوق له حالتان انتبه معي الحالة الأولى أنا جئت كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر مباشرة قراءة الفاتحة دون دعاء استفتاح ولا تعوذ مباشرة قراءة الفاتحة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ركع الإمام حينئذ أترك الفاتحة وأتابع الإمام هذه الحالة الأولى الحالة الثانية جئت وأنا مسبوق الله أكبر قراءة دعاء الاستفتاح قراءة التعوذ بدأت أقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرب العالمين ركع الإمام حينئذ يجب علي أن أقرأ من الفاتحة قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ يجب علي أن أقرأ من الفاتحة قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ ثم إذا قرأت قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ وأدركت الإمام راكعا فبها ونعمت وإن رفع الإمام إلى الاعتدال وأنا لا زلت قائما فإنني أوافق الإمام مباشرة لا أركع أوافق الإمام مباشرة وآتي بركعة بعد السلام الإمام فهمنا أو لم وهذا سيأتي معكم الآن تفضل السلام عليكم ثم قال أما المسبوق الذي انشغل بدعاء الاستفتاح والتعوذ فالمؤتمت أنه لا يؤذر بل يجب أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به ثم إن أدرك الركع مع الإمام فقد أدرك الركع وإن لم يدركه فله حالة الحالة الأولى أن يوافق إمامه في الاعتدال وما بعده وجوبا ولا يركع يوافق الإمام مباشرة في الاعتدال لا يركع لأنه لا يحسب له ولذلك قالوا فإن ركع عالما عامدا بطلت صلاته وآتى برقعة آخر صلاته هذه الحالة الأولى وإذا أراد أنه لا يوافق الإمام ويكمل صلاته منفردا فله ذلك قال أو يفارقه ويكمل صلاته منفردا نعم مباشرة اقرأ الحالة الثانية أو يفارقه ويكمل صلاته منفردا نعم وإن لم يشتغل أقب تحرمه بسنة كدعاء لاستفتة وتعود يعني قيت مباشرة أنت مسبوق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للربي العالمين تمام؟ أيوة وإن لم يشتغل وإن لم يشتغل أقب تحرمه بسنة كدعاء الاستفتاح والتعود وركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه وتحمل الإمام عنه القراءة واضح؟ نعم قال والمراد بالموافق من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة والمسبوق من لم يدرك مع الإمام قدرا يسع الفاتحة سواء من رأة الأولى أو غيرها نعم بعد ذلك قال ثم بعد ذلك قال أن يتوافق نظم الصلاتين أي من شروط الجماعة أن يتوافق نظم الصلاتين وهذا كما ذكرت لك أن الجماعة قد تكون ممنوعة أي محرمة أي لا تصح الصلاة فيها وذلك إذا اختلف نظم الصلاتين كأن صلى صلاة الصبح خلف من يصلي الجنازة أو صلى صلاة الظهري خلف من يصلي صلاة الكسوف بالكيفية الكاملة نعم أن يتوافق نظم الصلتين كما قال المصنف وأن يتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم فيصح مع الكراهة الفرض خلف النفل والظهر خلف العصر وعكسها قال مع الكراهة الفرض خلف النفل الظهر خلف العصر وعكس ذلك تمام وإن كان بعضهم يقول في الفرض خلف النفل يقول ليس مكروه وإنما خلاف الأولى وبعضهم يقول مكروه تمام لكن في الظهر خلف العصر وفي الأداء خلف القضاء وفي القضاء خلف الأداء هذا مكروه نعم ومثل هذا الأداء خلف القضاء فلا يشترط التوافق في النية ولا عدد الرقاءة لا يشترط التوافق في النية في مذهب الشافعي وأحمد وإن كان يشترط ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك ولا يشترط التوافق في عدد الركعات ولذلك يصح أن يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء وأن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب وأن يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر وأن يصلي الظهرة خلف من يصلي الصبح مع أن عدد الركعات غير متوافق أما لو اختلف نظم الصلتين كمغرب خلف كسوف وصبح خلف الجنازة فلا تصيح ثم السابق من شروط القدوة أن لا يتقدم المأموم على إمامه في المكان يقينا والعبرة بالتقدم إذا كان قائما بالعقب والعقب أسفل القدم ليس الكعب العقب عرفتم أولا آه الذي في الخلف نعم واضح قال والعقب قال وهو العقب إن صلى قائما والأليين إن صلى قاعدا وهو العقب إن صلى قائما والأليين إن صلى قاعدا نعم الأليين أي المؤخرة نعم وتكره مساواة المأموم للإمام وتكره مساواة المأموم للإمام نعم وهناك شروط أخرى تجدها في موضئها من كتب الفقه والله أعلم أحسن صلاة الجمعة ثم قال بعد ذلك المؤلف حفظه الله تعالى صلاة الجمعة الأفصح ضوم الميم وسميت بذلك لاجتماع الناس لها وقيل لغير ذلك وكانت تسمى في الجاهلية يوم العربة نعم قال المسانف رحمه الله تعالى وتجيب على المسلم الحر المكالف الذكر المقيم الصحيح صلاة الجمعة فلا تجيب إلا على من اتصف بهذه الأوصف دون الكافر والعبد والصغير والمجنون والمرأة والمسافر والمرض مرضا يشق معه الحضور إليها لكن المرض إذا حضر محل إقامة الجمعة في وقتها وجبت عليه وحرم عليه الانصراف قبل أن يصليها إلا إذا شق عليه الانتظار بأن زاد مرضه مثلا تجيب الجمعة على من اتصف بسبعة صفات بسبعة صفات أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا صحيحا مقيما فمن اتصف بهذه الصفات السبع وجبت عليه الجمعة وقولنا مقيم المقيم تجيب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به الجمعة والمقيم ليس المسافر وليس المستوطن فالناس ينقصمون إلى ثلاثة أقسام إما مستوطن وإما مقيم وإما مسافر إما مستوطن وإما مقيم وإما مسافر فمثلا من كان وطنه هذا المكان لا يرحل عنه لا صيفا ولا شتاء حتى إذا رحل لغرض ما كعلاج أو تجارة عاد إليه هذا يسمى مستوطن ولذلك الطلاب الذين يتون إلى المعاهد والقامعات يبقون أربع سنوات أو سبع سنوات وهم لا ينوون أو لم يتقذوا هذا المكان وطنا هؤلاء يعتبروا مقيمين ليسوا مستوطنين هل تجب عليهم القمعة؟ نعم تجب عليهم القمعة هل تنعقد بهم القمعة؟ لا تنعقد بهم القمعة ما معنى لا تنعقد بهم القمعة؟ أي لا يحسب من الأربعين فالقمعة لا تقام إلا في أربعين هؤلاء المقيمون لا يحسبون منهم فهمنا؟ ما فهمنا؟ لا فأسا يصح أن يكون خطيبا حتى المسافر يصح أن يكون خطيبا لكن لا يحسب من الأربعين يعني أعطيك مثال في المعاد الذي أنا فيه في جوك جاكارتا إذا عاد الطلاب إلى بيوتهم نبقى نحن وأنا مقيم أصلا أنا لست مستوطنان هنا أنا سأعود إلى اليمن إن شاء الله نبقى نحن الذين يعني يبقى من هم مستوطنون الذين بيوتهم في المعهد قليلون لا يجاوزون العشرة اللي هم مستوطنون بالتالي على مذهب الإمام الشافعي هؤلاء لا تصح جمعتهم حتى مع وجود الطلاب حتى مع وجود الطلاب لا تصح جمعتهم لأن المستوطنين ليسوا أربعين فهمنا أولا هؤلاء الطلاب الذين في المعهد ليسوا مستوطنين هؤلاء مقيمون يدرسون يدرسون مدتهم ثم يعودون لم يتخذوا هذا المكان وطنا واضح يشترط في من أو يشترط في إقامة الجمعة أن يكون العدد أربعين من المستوطنين أي من أهل البلد فالمقيم تجيب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به المسافر لا تجيب عليه الجمعة ولا تنعقد به إذن صار عندنا كم أقسام ثلاثة المستوطن تجيب عليه الجمعة وتنعقد به المسافر لا تجيب عليه الجمعة ولا تنعقد به تمام المقيم تجيب عليه الجمعة لكنها لا تنعقد به فمثلا أعطيك مثال حتى يكون أوضح أنا هنا في جنبر أنا مقيم أنا مقيم في جنبر أنا مقيم نفترض على سبيل المثال أن عدد المستوطنين هنا مثلا ثلاثين المستوطنون ثلاثون المستوطنون ثلاثون لكن المقيمين ما شاء الله كثير نقول لا تصح أن تقيم الجمعة هنا على مدى بالشافعية واضح لا يصح لماذا نعم لماذا لأن من تنعقد به الجمعة هم المستوطنون وهم ليسوا أربعين واضح وليس هذا مذهب الشافعية فقط اشتراط الأربعين في إقامة الجمعة حتى مذهب الحنابلة مضت السنة أن الجمعة في أربعين فصاعدا كما قال في حديث جابر عند أبي داود نسائه مضت السنة أن الجمعة في أربعين فصاعدا إذن هؤلاء الأربعين لابد أن يكونوا مستوطنين فإن كانوا مقيمين لا جمعة لا تصح الجمعة فمن بارك الله فيكم لكن إذا نحن مقيمون أقيمت جمعة هنا في هذه القرية مثلا أو في هذه المنطقة يجب علينا أن نذهب ونصل الجمعة نحن المقيمون فالجمعة بالنسبة لنا واجبة لكن لا تنعقد بنا أرجو أن يكون واضحا لا بس يكون إماما كل من صحت صلاته للجمعة يصح إمامته ويصح خطابه لا بمشكلة لكن نحن نتكلم عن الإنعقاد وسيأتي معنا هذا بعد قليل إن شاء الله ولذلك لا بد أن نفرق بينها هذه الثلاث الأقسام لأن البعض يظن أن المقيم والمسافر شيء واحد وهذا غير صحيح والبعض يظن أن المقيم والمستوطن شيء واحد وهذا أيضا غير صحيح المقيم قصيم للمستوطن وللمسافر نعم تفضل هذا التقسيم في السبور يوضح لك الأمر الناس ينقصمون إلى ثلاثة أقسام نعم بارك الله فيه قال ولو محترفا ويحرم على من تجب عليه الاشتغال عنها ولو محترفا نعم أي صاحب حرفة كنجار وبناء أو فقيرا أو محتاجا ببيع أو غيره ولو طلب علم أو عبادة بعد الشروع في الأذان الثاني ولو عكد البيع في هذا الوقت فلا يبطل مع حرمته لا يبطل البيع مع حرمته مع حرمته أي أن البيع حرام بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لكنه إذا وقع فإن العقد الصحيح نعم ويقره تشغل عنها بعد الزوالي وقبل الأذان الثاني نعم ويستحب التبكير لها من ساعة الأولى في اليوم والاشتغال بالذكر كقراءة سورة الكاف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتدرك الجمعة بإدراك راعة لأن الجماعة شرط فيها وتدرك الجمعة بإدراك راعة لأن الجماعة شرط فيها نعم ولا يجوز له أي لمن وجبت عليه ممن اجتمعت فيه الشروط السابقة السفر ولو قصيرا من بلدها يوم الجمعة أي بعد الفجر إلا لبلدة أخرى تصلى فيها الجمعة لا يجوز للإنسان أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر إلا إذا كان سيصلي الجمعة في طريقه كأن ينزل في قرية أو مدينة فيصلي فيها الجمعة أما إذا أراد السفر وهو عازم أنه لا يصلي الجمعة فليسافر قبل الفجر واضح؟ نعم ولذلك قال لكم ولا يجوز له أي لمن وجبت عليه الجمعة ممن اجتمعه فيه الشروط السابقة السفر ولو قصيرا من بلدها يوم الجمعة أي بعد الفجر إلا لبلدة أخرى تصلى فيها الجمعة لحصول المقصود بذلك ويكره السفر ليلة الجمعة نعم فضر لحصول المقصود بذلك ويكره السفر ليلة الجمعة ثم قال ومن ترك جمعة واحدة ومثل ذلك من ترك الطهارة لها أو ترك شرطا أو ركنا مما لا خلاف فيه أو فيه خلاف واحد جدا كصلاة الجمعة بسنين فكأنه تارك لها ولو قال وصليها ظهرا أنا لا أصلي جمعة يقول يقول أنا لا أصلي جمعة أنا أصلي ظهر فإنه يقتل واضح لأن حد تارك الصلاة القتل بالسيف قال فإنه يقتل بخروج وقتها حدا أي لا ردة واضح يقتل حدا لا ردة نعم ولو قال أصليها ظهرا يقتل بخروج وقتها حدا لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاءا عنها نعم وحكمه بعد قتله حكم المسلمين فيجب غسله فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بلا خلاف بخلاف بخلاف من جحد فرضيته فرضيتها أحسن الله إليكم بخلاف من جحد فرضيتها فيقتل ردة ولو كان مصليا من جحد فرضية الصلاة يقتل ردة لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة حتى وإن كان يصلي في الصف الأول واضح يقتل ردة نعم لإنكاره أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة كمن ترك صلاة مفروضة عينا بلا جحد لفرضيتها فإنه يقتل بخروج وقت العذري ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الإمام أو نائبه هذا الشرط ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الإمام أو نائبه فيقول له الإمام صلي إن لم تصلي نقتلك يقول لا أصلي حينئذ يقتل واضح لا أن يبادر شخص إلى قتله قبل أن يطلب الإمام منه أن يصلي الإمام أو نائب الإمام نعم قال بلا عذر قال بلا عذر كنوم ونسيان وإكره نعم ثم قال تتمه يشترط لصحة الجمعة شروط جاء وقت الإقامة أو لا جاء وقت الإقامة إذن هذه تتمه بعد صلاة العشاء إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر